نجحت جهود وزارة الثقافة بالتعاون مع عشر دول عربية في تسجيل الفنون والمهارات المرتبطة بالنقش على المعادن ضمن القوائم التمثيلية لتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الحكومية الدولية للمنظمة في دورتها الثامنة عشر والتي تنعقد حاليا في بوتسوانا حيث أكدت وزيرة الثقافة نيفين الكلاني أن الإنجاز هو نتاج ملف مشترك بين 11 دولة عربية عملت عليه على مدار عامين حيث روعيا خلاله إبراز التنوع الثقافي الذي يحظى به التراث الثقافي غير المادي في المنطقة العربية وبهذا الإنجاز يصل عدد العناصر المصرية المسجلة على قوائم التراث الثقافي غير المادي إلى ثمانية عناصر